السلام عليكم سعد الله يومكم كل اوقاتكم يا رب اليوم باذن الله حسوي معاكم وصفة من الصفات الشعبية اللذيذة والشتوية كمان اللي هي المصابيب او المراصيع وكمان حاجهز معاكم هدايا رمضان اللي قلت لكم عليها وقت ما سويت البهارات هنا عندي حطيت كاسة دقيق ابيض وكاسة دقيق بور حطيت ملعقة ملعقة الحلة هذي بكم بودر وملعقة خميرة فورية وملعقتين حليب بودرة وملعقتين سكر بس انا استبدلت السكر عندي هذه بودرة التمر اخذتها من موقع للتمور اخذت منه تمر وهذه البودرة واخذت منه دبس تمر اجربته يعني مع الحلويات اكثر من مرة عجبني طعمه يعني من جدي حلي كأنه سكر طيب المكونات هذي كلها اخلطها مع بعض حكتبها باذن الله في صندوق الوصفة اخلط المكونات كلها مع بعض طبعا ورشة ملح عشان يوازن الطعام اضيف كمان ملعقتين زيت زيتون واخلطها مع بعض واضيف الموية للكاستين انا ضفت كاستين ونص موية الكاستين الدقيق ضفت لها كاستين ونص موية في البداية ضفت كاستين بس فحسيت ان القوام لا شوية ثقيل هو قوام المفروض زي القوام البنك كيك يعني اخف من الكيك شوية زي القوام البنك كيك بالضبط شايفين هنا حسيته ثقيل فضفت عليه كمان نص كاسة موية الافضل يعني انه يكون هذا القوام لانه كل ما جلس يخمر ويثقل زيادة ما اخلي انا يتخمر مباشر اشتغل فيه مجرد اني يعني خليت الطعوة على النار تحمى تسخن وعلى طول ابدأ اشتغل فيها شايفين كذا قوامها يكون مناسب خلاص عندي العلب اللي هي علبة الكاتشاب لنستخدمها للكاتشاب والصوصات وهذه الامور راح اعبي فيها يكون اسهل علي في التوزيع اهم شيء الطاوة اللي تستخدم فيها تكون ساخنة والافضل انها تكون تفال يعني ما يلصق فيها شيء عشان ما يتعبك وقت التشكيل هنا خلاص صخنة الطاوة ابدأ اوزع زي الحجم اللي تحبيه الحجم اللي يريحك انا احبها تكون شوي صغار يحبوها تكون بهذا الحجم عائلتي الصغار والكبار كلما يحبوه يكون حجمها صغير اوزع طبعا هتاخذ منك اكثر من مرة يعني لان الكمية ما شاء الله كاسين تعبيه لك حافظة يعني كمية حلوة تعتبر تبغي تقللي اذا الكمية كثيرة عليك يحطي نصف كاسة دقيق اسمر ونصف كاسة دقيق ابيض او اذا تحبيها كلها ابيض كلها اسمر حسب انتو اشتفض بلو انا حبيت اني اخلط بين الاثنين بعد ما تحمر كذا من تحت اقلبها ينشف وجهها الوجه الثاني وامجهزة عندي حافظة عشان عبيها فيها وبعدين احليها يعني تقعد ساخنة احليها بالعسل او اذا تحبي بتبس التمر لكن احنا نحبها بالعسل مع القهوة ويا سلام خلاص بديت اجمع كذا في الحافظة ما تغطيها على طول عشان ما يعني تعرب كذا مع الحرارة وتنكتم كذا تغير شكل العجين لا اخليها شوية مكشوفة وبعدين اغطيها هنا بديت اسوي الدفعة ثانية يعني ما شاء الله ما ياخذ وقت يعني على طول الكمية اخلصت بسرعة يعني تشكيلها ما ياخذ معي وقت شايفين كيف زي شكل القطايف كذا شكلها وكل ما جلست تتخمر زيادة عشان كذا انا ما احب ان اخليها تخمر يعني يا دوب مجرد الوقت اللي تسخن فيه الطعوة وبعدين اشتغل فيها رشيت على وجهها عسل زي ما انتو شايفين وبالعافية هنا بدأت انا وبنتي نجهز هدايا رمضان جبت هذه السلال من محلات ابو خمسة حلوة يعني كشكل شعبي وبدأنا نجهز الاشياء اللي هحطها فيها هنا اخذت هذا بخور مستكى المستكى اللي بروايح اخذته من هذا الموقع روعة ما شاء الله تبارك الله والبنت عاملها جدا لطيف ومحترمة والله ما تدري عني ولا تدري انه عندي قناة ولا اني هحط لها هو احبيت احط لكم الصورة هي موجودة فيه جدة وتوصل جدة ومكة والطايف واعتقد انه فيه شحن يعني اللي تبغى تتواصل معها تراحة روعة وله من النوع اللي بسرعة يطفي النارة يعني كم مرة اشتري زي كذا بسرعة ينطفي الجمر لما اولعه هذا لا ما شاء الله يجلس فترة ما ينطفي هي تقول سر في نفس التشكيل التشكيل القالب اللي تستخدمه مكعبات او قلوب او هذا اللي يأثر على انه يطفي الفحم او لا اخذت منها كمان هذا البخاخ مرة حلو هنا بدينا نجهز ابغى اقطع هذا القماش عندي موجود من اول من الاشياء زينات رمضان العوام الماضية ااخذ منه قطع عشان اغلف نفس العلب حقتها البهارات طبعا انتوا شفتوها معي البهارات المشكلة وبهارات الشربة والبهارات البيضة وكمان هاحط البخور وفناجين هو مجرد فرح سبحان الله انا شوف نفسي لما احد يهديني يعني قبل رمضان سراحة يعني له طعم ما ادري هدايا رمضان لها طعم كذا لها روحانية فحلو انا حبيت يعني افرح امي واخواتي وبنتي يعني على قدوم رمضان هنا بدنا نوزعنا السلال عميقة فحطينا فيها تجليد زي القصير كذا انه يرفعها هنا عندي برضو اخذت فناجين على شكل نقشة كذا شعبية اوزعها برضو بين السلال غلفناها كل ثلاثة مع بعض يعني زي ما قلت لكم الهدف الفرحة الله يبلغنا وياكم يا رب احنا وانتوا في احسن حال يا رب العالمين يعني كلها ايام سبحان الله ويجي رمضان ما اسرع الايام تمشي هنا اخلاص بدنا نوزع زي ما انتوا شايفين البحور ولا علب البهارات والفناجين لما نزلت اول فيديو قصير عن افكار لهدايا رمضان هذه مو انا سويتها لان في البعض سألني طيب كيف كيف الطريقة مو انا اللي سويتها هذه فكرة شفتها جاني الفيديو حبيت يعني نزلته في الفيديوهات قصيرة اللي يبغى يستفيد بس مو انا اللي سويته كذا خلاص خلصنا عبين السلال كلها غلفناها بالسلوفان وبرضو نربطها بنفس خيط الخيش وبنفس القماش نفسه عشان يكون نفس الشكل طبعت عبارة تهنئة لرمضان وبرضو فواني الصغيرة علقناها في نفس الربطة ربطة السلوفان هنا رمضان كريم كل عام وانتم بخير احبكم سوسو تهنئة بسيطة وشيء بسيط لدخل الفرحة والسرور كذا يكون وصلتين نهاية الفيديو اتمنى يكون استفدتوا له بشيء بسيط السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة